المسار السياسي والاقتصادي في ليبيا يعتمد في الفترة القادمة على الانتخابات التي تعاول عليها الجهات الداخلية والخارجية للوصول بليبيا إلى ضفة السلام وهذا هو الحال بالنسبة للبنك الدولي الذي أكد أن الالتزام بموعد إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر يعد من أحد الشروط لتعافي الاقتصاد الليبي على المدى القريب محذرا في تقرير أصدره مؤخرا من أن عدم الالتزام بالانتخابات في موعدها سيدخل البلاد مجددا في شبح تدهور الأوضاع مشيرا إلى معاناة الأسر الليبية من انعدام الأمن الغذائي فبحسب مسح لبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي يعاني أربعة عشر بالبئة من الليبيين من عدم كفاية استهلاك الغذاء مع تسجيل انعدام الأمن الغذائي في أعلى مستوياته بالجنوب ليصل إلى تسعة عشر بالمئة التحديث الاقتصادي الأخير الصادر عن البنك قدم توقعاته للوضع الاقتصادي في ليبيا مؤكدا ارتباطه كليا بتقدم العملية السياسية بشكل إيجابي واستقرار الوضع الأمني كما أشار إلى أنه إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة واستمر إنتاج النفط فمن المتوقع أن تسجل ليبيا معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2% في العام الجاري كما تحدث البنك عن إحراز ليبيا تقدما كبيرا نحو إنهاء صراعها الذي دام عقدا من الزمن والمضي قدما نحو إعادة التوحيد خلال العام الجاري مشيرا إلى أن ذلك قد أدى إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي وما تابعه من انتعاش في الموازين المالية والتجارية والحسابات الجارية موسيقى